اهلا وسهلا اهلا وسهلا وبشكركم على الاسئلة اللي بتسألوني اياها تسعة وتسعين بالمية ما بجاوب بس بكفي واحد يسأل ويقلي مريم ليش في سرسرة كتير وطرح ما بروح بحس حالي مني مع هالناس من اهلي ومن اصحابي والمدرسة والاستاذ وشلت التليفزيون من البيت بشوفك على الانترنت كلمة سرسرة جاسب وجاسب شوفوا الفرق الجاسب يعني بس كلمات لا تتعدى اللسان والادان ما بتتعدى الشفاف يعني هلا ما في شفاف بقى بينما اللي كانوا مع الاولياء والانبياء والمستنيرين رسل المسيح جاسب ترك انجيل او ترك كلمات ابعد من حدود الجسد ابعد من حدود الساجد ولكن مين قدروا للمسيح اللي عم بتشوفوه منو المسيح يعني المسيح منو مسيحة وجاء الله اذا كنت مسيحية ما بتسيري اخته كلنا اخو بالله كلنا منروح الله كلنا عيال الله كلنا عائلة ملكية بس ليش ما عم نعرف الحق مش عليهم ما في ان الحق عليك في اربعهم كل واحد انا السائل وانا المسؤول وقتل بكون عندك هالعطش عطشك بياخدك عن نهر عطشو اخدو غار حرا محتار راح لغار حرا واستنار وحده واجا جايبه معه وصارد شجرة لا شرقية ولا غربية بس هو مين عرفه بستنا خديجة راه ببحيرة كلهم نعطرين ومسيها زبني لوني بشتها الطاقة فيه وما انا قل لبشر متلكم مستعد تترك الدنيا وتفوت لجوه هيدا المفتيح تأمل ساعة ساعة يعني لحظة يعني الان هاي الساعة الان هو الزمان والمكان مريم نيير جيراني يكون نييلة ما حدا كنيسة القريبة ما بتشفى ما حدا أبدا بلبنان قلتلكوا إن احنا اتنين دفعوا له ومعاش كتير بقطر وهون وهون لأنه بشتغل بمكتبة مكتبة أنطوان تلفزيون لك يا حبيبة إن شاء الله بمكتبتك تحت الداون تاون ونحنا علينا البيئة الأعليم والكتب موجودة عندك نعمل دورات والتلفزيون لك أنطوان وحده وأنطوان نوفل لك شو عملك أولاده بتعرفوا التجارة بس هولها كان عنده عشق للكتاب اللي ما عنده يقلو ريال جريدة ويركد يجيب الكتاب يشتري ويعطييه يخضوا من الناس بس ارو 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 مكتبة أنطوان حول العالم يعني العربية هي المكتبة إن شاء الله هيك جوا بالسوق تحت مطع اللي فيه سرسرة ونروح وناخد فنجين زفورات وهيك وناخد ولادنا وأحفادنا ونقرأ كتاب ونحكي مع بعضنا مش سرسرة يعني فإذاً إن تغير نفسك أنا وقت العطشة وحسيت إنه في شي غيرها بس فت على المخيم عنا بالحارة هيك بعيشوا ما فين إنسى هالطفل يا الله نسيتك من بيت اسكندر اللي أخدتنا بتقولها هيك في ناس هيك بسببنا بلاش تفكير في عالم غيرها العالم بلنا دور إذا هيدا هو دوري هيك يكلوا الشمونين ونخلفوا حوالة مازا وطيط تارين مش وقتين صرت ناطرة تشوف وهيك شفت المسيح موسى الصدر هيك إنجيلة الشكل كلهم لابع في فعسيران وغيرهم لابنقرقوا ورح الديد بدون أي لقب الخضر مطران جورج خضر الياس عودة ما بنسى مكتوبك بقلبك يعني مسلم مسيحي درزوة وكان عمر 16 سنة أخدتني أمي لعند كمال جمبلار ما بنسى حطي تبيك يا الإيد عكتفي ما في شي منه بالكلام أمي كنت تحبوا تقرأ على السطح هو كمال جبران قليل جبران بيجوا الأخوارنا يتحكموا عن باية اللي هو عم تقرأي درزي يعني وهديك كمان الكنيسة رفضتوا قد نسى هيك كيف أخدني وشفت الحية شوك التواضع شو هاللطف هيك هاللمسة هيدي لمسة تشفها حطيت هالكلمة بقلبي وشو تبهدلت لما انطلعت معنا هون واحدة أنا سميتها لمسة تشفها وهالناس اللي طلعتوا معي من وقت ما جيت لليوم ما حدا ما قلس أبي حدا أبدا نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي طي نطع نفسي نحنا اثنين نسى أنا بروح قللي أنا عندي أمي ويكي بدي يتركون ما في غيره بس بقلبي بكون معي أو منعمل شي باللبنان ما بعرف عم نجرب هلا أي أرض مطرح وين ما كاني بناخدها ألفين متر ميت ألف متر ما بعرف بس بدي بشر بشكرك يعني مشيل سليمان الأرض ميت ألف متر وفيه مي وفيه كهربه بس بدي إنسان بدي إنسان نكون على القليلة خمسة يكون فيهم اثنين ثلاثة نساء واثنين ثلاثة رجال ونزرع ونفلح وننكش ونأكل ومتشد الدنيا ونزرع مورينغا المهمة تكون فينا والسرسرة الكوة بره وجوه على سرر متقابلة السرسرة بره يمكن رح يرجع عايش مع الصحابة الداهش لأنه اختارني بين كل هالناس كمان متل ومتل ميت شوفوشي بتلو لا بس شوفوا شو عنده الداهش دوت كوم بيذكروني دايما وأنا بذكرونه وشفت إشارات عنده بس كنت أغبة من هلأ هلأ أحلى شوية أشطف زو فإذا هربوا في ليمون وهبة فوتوا لجوه الكتاب خير جليس ما تسألوني أي كتاب بديك أقرأ كاني عم تسألني كي بديك أتنفس ما بجيبوا بقى هيك أسئلة أبداً ولا بستقبل بالبيت إلا يكون في موعد أو ما في شي بقى مجاناً أبداً تعلمتها جمعة الماضي ما بقى بدي الشي ببليش بتجو بتاخدي استشارة بتشتري صرمية ببليش اعتبريني صرمية ما بيصح ولاديك إذا ما شاركتي ولو ما أنت يعني لو معي مليارات هدا حق بديه تبعتوا بالوسترن يونيون قبل ما تبلش على التليفون وببعتكم قدهم عشر مرات وأكتر أضعاف وأضعاف بس شاركوا أنتوا ببزر يا هلان أخبرتكم اشتريت صرمية بثمانت آلاف دولار أعطيتها كتاب أنا لا تقرأ يعني بعرفها مني قالت لأقرأ أولا سعجبني أشتري عملت ما تنعمل كيلا أنا خدت الكتاب وأطلع لبرا كل واحد ما بيحترم الكتاب ما بيحترم الكلمة وفي البدء كانت الكلمة والكلمة الله وجه الحبيب غلفة وقال لا إله إلا قبل هالكلمة قبل البدء هون في المدد فإذا السرسرة أنا متلكم يعني بحب أطلع ما في مكتبة بعد بس أنه مشي قهوة مشي هيل الموسيقى اللي حطينا تشبت السرسرة طبعا النسوين ترتق بالصرمية ما فينا بندر لا يجي محمد كيلاني بندر لا يجي بشار هلا صار بيقدر يطلع من دباي يعني هيك إن شاء الله إن شاء الله إلي أمل إنه يكون عنا بالسودان بالسودان ما بنسيك بالسودان الصوفية قبل كل الديانات هي فطرة الإنسان ونكون بالسودان في تنين من السودان زينب ومهدي بالسعودية نيالة بخي عبد الله فيهم حط وي آرق المدينة نحن المدينة شرفت المدينة مثلي ببعت ساعة ثلاثة أربعة ساعة اثنين تبعت لي إيميل وي أنا سهراني أنت شمساري صبية مجوزة هيك مهدي كانوا مجوزين هلا أصحاب مع بعضهم وولادهم وولاد الدنيا وولاد الآخرة مع بعضهم ما فيش إسمه جوزة مرتة وولادة إيديك منع إيديك يا فاطمة منا موجودين لا نملكه شيء مالك الملك بس نحن أضل عبدية تقربوا إلي بالنواف الحطة السلطية ده ومين بدي يكنيش مين بدي يمسح مين بدي يجلي مين بدي يطبق فإذا ها السرسرة أنا معكم دخينكم ما في ناس مع سرسرة بتيني تصور أنا وإياك يصروا شوي بيعرفوا شوي بيلوا صوروا لما بيموت فيك وفيك محك حق سامحيني ما في حد عطيته الإيميل تبعي وجوابني عطي أنت بحطوني إيميل بحبيك كثير أنا طيب تعطي لي أين عنديك هالعلم فيلسوفي أنت لا ماني فيلسوفي فالففسوسي فالتطوفي من كناش هكذا إنسان طبيعة الإنسان عطشي أخدني عن نهر بس وقادي عن نهر النهر ينهر بس بتطرج علي قال له أنت وعن نهر وفر ماي يا حبيب قلبي هلأ بلشتوا تحكوا من ملايين السنين عم تنقال وفروا مي وفروا الكهربا وفروا المصروف ممنوع التبزير مبزرين أخوين الشياطين ما زل عندك على البدلة يعني دروي غير تيابيك اليوم بطرت بصر مي جديدة لا بدية يعني بنام فيه وقوم فيه خلط بياخدوا معي مطرح ما بتتكفن و بتندفن خلط كفنة ماشي بالقبائل منمشي يلي حافي بيقدر و يلي معه بصر مي بتوقع تفايحة إذا جعها بيقلها أنا جعها بتنزل تفايحة بيحكوا إياها بنزل وحدة مستوية طايبة و إذا وقعت شي وحدة ومن حدا جعان منها ما منكلها و هلا بيجي غيرنا الفي ناس تجيوا بتحط مصاري على الأرض اسمها برادايز أون إيرث اللي يعني عايزون ياخدون ورقه ورق ورقة التوت أحلى بس حقسلوها عن الكبل ناكلها كنا ناكل التبولي بورقة التوت ما كان عنا أرنبيت و ما كان عنا ملفوف و ما كان عنا فلاي فلاي هلا صعر في فلايفلي بكل الألوان يعني ما في للأرنبيت أرنبيت كله ما في شي أورجانيك شي له هالكسبة غيروا النوية و كل وقت بتكون جوعان بتشرب من طبعا تشين و انت قاعدة مثل الأطفال عم تلعب عم تكتب عم تقرأ ما تلفن كتير يعني هاي نادرا نادرا و ما تستعمل السرسرة و هم بدنا نشكر ملك السرسرة شو قال عالم كتير مهم يعني منو فيلسوف هاي دا سقراط هو الوحيد اللي استنار بسبب مرته اللي كانت تضربه قال له إذا كنت تجوازت و تطلع لك مرأة متل مرته بتستنير بتصير فلفسوف و إذا كنت منيحة نادرا نادرا بسببا ايجا واحد اللي عنده و قال له تعريف واحد من تلميزك شو قهر قال له ودي اسألك أنا عندي فلتر يعني غربل يا غربل لا 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 مأطف مأطف قال منو دا ايه هيدا اللي عم بيقولون إن تأكيد منو قال له لا طيب اللي عم بيقولون شي منيح أو عاطي قال له شي عاطي قبلت طيب بيخدمني هاللي عم بيقولون لا قال له لا قال له شو بادك تسرسر ما شو هالسرسرة إذا كنت ستخبرني بشيء ليس بصحيح ولا بطيب ولا دي فائدة أو قيمة لماذا تخبرني به من الأصل شو بادك هالسرسرة نحنا هيك إذا حديث متل هو على التلفزيونات كنت فقس أنا هيك عندما كلهم حوار مع السياسي الوزير السابق والرئيس السابق والنائب السابق عشو عم تتسابق قال له يا شيخ جواست مرة بدون ما شفتها طلعت عرجها يعني قال له شو بادك تتسابق أنت وياها يعني أو بدك ليس بادك تتسابق أنت وياها ردة هون كتاب الحكمة وخبرتكون يعني كانوا بيخافوا إنه الحكمة لازم ناخد أزم من أخوتنا الدروس قلت له الحكمة بقلب كل إنسان اللي نجيل زكراه القرآن كل الطبيعة عندها الحكمة يعني رح تكون بدل ما يكون كتاب واحد قريباً بيكونوا سبعة ونفس الصفحة بس بتغير الاسم الفناء البقاء الولاء الجزاء البناء كتاب الحكمة من طلب الحكمة وهالحكمة منا برا لا يقول أطفال شو عندهم حكمة طلعوا فيهم شوف الطفل البيت عجب قال لي ما بيتطلع فينا متنو عم بيتطلع فيك وقفت أنا وطلعت فيه مميز مو شوه شو ما بدكم أنا عم بتطلع فيه هيك وبعيونه ومرفه ما بيحكي بس بل البي والأم طلعت فيه ما بقدر لكم شو صار حطوا ايدجار كيسي منو قال هالصبي حكيت مع الام والبي قلت لهم بعتولي بريد ايميل شو بكم يعني بي صاح اه لها ما بعتولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يحبون خمس وينسون خمس هالخمس حدود فايف المن القرآن فرقان عدنان أليف نون قلت لدي يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون المال وينسون الحساب يحبون المخلوق وينسون الخالق يحبون القصور وبينسوا القبور يحبون المعصية وينسون التوبة فإن كان الامر كذلك ابتلاهم الله بالغلاء والوباء والموت الفجأة وجور وظلم الحكام هلا عم نعيشون عشناهم من زمان ونرجع التاريخ بيعيد نفسه بيغير التاريخ وبغير الأسامة شو السبب لأنه تركت الله والحق تعبد الله يعني قاله إلا عبادك الصالحين أوي كتير أوي كتير بس مع الجماعة دايما أنت أكتر لوقات بتغربوا للشيطان متل الرابعة أكتر بالله تحبه أتشفت الله فيه كان رجمين يصرح ميني هو كمان عم بيفتش على الألوهية الله خلق للشيطان حتى أنت تقوى ما تكون من الضالين نعم تتعلم منه كيف تكون أنت السيد على نفسك مش هو بتقوله إيه أنت خادم عندي تكون خادم صالح رحميني وساعته بتقوى عني يجيك التقوى قويني ثم قويني ثم قويني حتى لا أقوى على أحدي قوة المحبة أو محبة القوة أنت شو بتقوى إن شاء الله أعرف أقراها هاي أنتوا بتساعدوني يروى المؤرخ حسن البدري في كتابه نزهة الإمام في محاسن الشاب وصفا طريفا لأبواب دمشق القديمة وعلاقتها بالكواكب فيقول كان في أنا معلمة تقول دمشق مهضومة كتير تعلمت أنا هالكلمة منها دمشق دمشق كانت صور الكواكب على هذه الأبواب الزحر على باب كسان والشمس على باب الشرقي والزهرة على باب تومة والقمر على باب الجنيق وعطارد على باب الفراديس وصورة المشتري على باب الجبية أما المريق فعلى الباب الصغير ويروى أن ابن عساكر في تاريخ بناء مدينة دمشق رواية مفادها وبلغني عن بعضهم أن الذي بنا دمشق بناها على الكواكب السبعة وأن المشتري بيته دمشق وجعل لها سبعة أبواب وصور على كل باب صور أحد الكواكب السبعة وصور على الباب الذي يقال له اليوم باب كسان صور زحل قال له زحلة قال له شو يعني زحلة قال له زحلة تنام حد مرتك فخربت الصور كلها التي كانت على الأبواب إلا باب كسان خربوا إلا باب كسان كا يسين ألف نوم فإذا صورة زحل عليه باقية إلى الساعة أصيدة حلوة كتير كتبوها ما بعرف إذا فيني أقراها ولكن بجرب قد ما بقدر وبقلكم هذه اللي هلأ مخوفة أوباما والعلماء إنه هالمرة اللي حطت على راسها حزاء الجيش وحطت بقلب الحزاء زهور تتشكر الجيش بلال الشام واليمن الجيش هي من طرطوس بس هي من الشام ودمشق حلوة كتير قال في ظلمة المكان رأاها فجأة أمامه متعبة مستلقية على فراش من نور حاول التعرف عليها اقترب منها سألها ما اسمك يا سيدتي فأجابت أسماني الغزاة عبر العصور العصية أجدادي أطلقوا علي اسم الفيحاء أبنائي بنادوني الأبية وما أروع الشاق عندما يسفوني بالبهية سألها ليتعرف عليها أكثر كم عمرك سيدتي قالت ولدت قبل تدوين التاريخ بتاريخ ونطقت أحرف الأولى قبل أن تنطق الأبجدية غسلت وجهي بماء الحضارة لم لمت شعري كحلت عيوني فكنت على الأرض أول صبية قال لها بخجل ولمن تنتسبين سيدتي قالت ناس بيعود إلى الذي ترك ضناه على كتفي مقتولا ناس بيعود إلى آدم أبو البشرية فكرني الله في قرآنه مرات ومرات وسار بولوس الرسول على أرض حاملا المسيحية محمد قال أني كنانته وأنار وجهي عيسى بن المجدلية جامعي أموي وكنيسة مريمية أبي قاسيون رافع الرأس أم الغوظة وبردي يسير في وريدي إلى وريدي أبوابي للعز والتاريخ حكاية وأزقتي للحضارة مدرسة والياسمين لكل عاشق مني هدية في كتب المجد منذ الأزل لم أغد وفي قصص البطولة سيفي على مدى الدهر لم يتعب فارس مغوار تارة اسمه ابن الوليد وطورا يأتي برفقة عقبة أبو بلال الحباشية وصلاح الدين في حضنه نام نومته الأبدية أبنائي كثر مباركون منهم من يقين في الشاغور ومنهم من يقين في القنوات أو الصالحية منهم من ولد في الميدان ومنهم من شاب في مأذنه ومأذنة الشحم ومنهم من مات في القيمرية حاول أن يسألها أكثر لكنه لاحظ أن بعد جراحها تنزف ركع أمام حضرتها وبكى وجعوها ركبتت على كتفه بحنان إنك عادتها وقال لا تبكي يا ولدي لا تبكي قم وامسق بيدي لننهض معا من كبوتنا فأنا دمشق بإذن الله محمية بإذن الله محمية بإذن الله محمية مشان هيك هالصورة من طرطوس المرى من دمشق بلاد الشام واليمن إذا اشتدت عليكم المحن في أسرار كبيرة نحن عنا السرار منهم بالجنوب بجبل عامل هو بتستنا فاطمة نعم بشمال البلاد يلي كل البيوت بالصخرة عايشين فيها الرهبين بصغرته كلهم الصورة التي أدهشت أوباما والبيت الأبيض نشرت صحيفة لوس أنجلس تايمز مقالة تحت عنوان سيدة خمسينية سورية تدهش أوباما ونقلت الصحيف عن أحد ديبلوماسيين في البيت الأبيض إنه الرئيس الأمريكي اندهش عندما شاهد صورة لسيدة سورية تضع حذاء الجن للعربي السوري على رأسها وقد وضعت الورود الحمراء داخل الحذاء كعربون وفاء لهذا الجيش وقد نقلت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي عن لقب القول لا يزال الجيش السوري يتمتع بنسبة تأييد عاملة عالية من قبل شعبه الجدير بالذكر أن هذه الصورة من إحدى المسيرات المؤيدة للجيش العربي السوري في المدن السورية وجاءت هذه الحركة العفوية التي قامت بها السيدة كرد جميل لما يقدم هذا الجيش من تضحيات لدحر المجموعات الإرهابية المسلحة يا حبيبة قلبي نعم كل إنسان أينما توليتم تتم وجه الله كل أرض مباركة يا أختي وكل جسد بده ينزل تحت الأرض هيدئمنا الأرض وعمتنا النخلة أنثى وأنثى هاي طاقت الصعود ليش في دمار ليش ما منحط نور مطرح النار النار ما بتنطفى بالنار بدنا ميتة تطفي النار قريبا ما في ميتة نشرب البترول رح يزول ويتلوس وعم تاخدوا أماركا والعدو والشيطان بيشتري سلاح ويبعث لنا يتنقتل بعضنا فرق تسود ليش عم نعمل هايك كل واحد يسأل حاله خلينا كلنا نعيش بالزكاة وبالصدقات قبل ما تموت لا تملكه حتى تنفقه في سبيل الوفاق إلى النفاق ما في محط التلفزيون بهالأمة العربية فينا نفتحها شو السبب ليش ما في إلا هالحضرة وعم نجرب كيف بدنا نقتلها وكيف بدنا هايك كل حد هلا ما عرفنا مينو اللي هدد مريم نور ووينو وبجرب تلفلو تعيخي بس لك تقتلني قتلني ببيته يكون انت حدد شو السبب ليش ممنوع نشوف الحقيقة الحي فينا وفينا نطول العالم الأكبر ربك فكبر ربك فكبر مودته تدوم مودته تدوم ليش القرآن الإنجيل بفهم كتبوا الناس بس القرآن الكريم ليش ما بتكتب عربي نعم كيت مينو بالعربي بس العدد الرقم منو عدد عربي لتسنطد عربي كنبر سنسكريتة هندوسة بدك تاخد إذن من مين بدك تاخد إذن انت مرة بحياتك متل ما بتقول أول إجر قال له كيف يا الإمام علي كيف هدي فوت على الجنة قال له أول إجر بتدعسها على الاستكبار على الجهل خمسة وتسعين بالمية من الحروب والأمراض من الاستكبار بما أنه أول إجر دعست على الاستكبار ثاني إجر بتكون من جهنم إلى الجنة والنور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر